تتعلق بالاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية والاتفاق على آخر لرئيس الحكومة انتهت اجتماع رئاسة مجلس النواب برؤساء الكوتل النيابية بعد أن كان مقرراً له أن يسفر عن أسماء أو آليات محددة لاختيار رئيس الجمهورية بين مرشحي الحزبين الكرديين على أقل تقدير كما هو معروف أن هناك ربما بحدود عشرة زعامات سياسية هي التي تتحكم في المشهد العراقي وأن أعضاء البرلمان ممثلية الشعب هم مجرد أدوات تطيع تلك الشخصيات طاعة عمياء لذلك عندما تتفق تلك الزعامات ممكن أن نسقط تلك الاتفاقيات ونبرمجها إلى سلوك حكومي نيابي محللون سياسيون يرجحون أن الاجتماعات المقبلة قد تسفر عن اتفاق وحلحلة للخلافات باتجاه التوافق إذ أن نقطة الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية يمكن التوافق عليها بعد التخلي عن أسماء مرشحين بعينهم نحن لا نستطيع أن نتخلص من التوافقية بخطوة واحدة التحالف الثلاثي تحالف إنقاذ وطين بقيادة التيار الصدري حاول التخلص تدريجيا من هذا الموضوع ولكن العملية السياسية معقدة والعفو السياسي السائد في العراق هو الغالب على هذه الأطباع وفي الوقت الذي دعا فيه الإدار التنسيقي الشيعي مجلس النواب للالتئام للنظر في الاستحقاقات الدستورية لم تتمكن فيه رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم من تحديد موعد جلسة اختيار رئيس للجمهورية ليصار إلى تأجيل الحسم بانتظار مواقف سياسية يتم التوافق على مخرجاتها إلى ذلك أشار بيان لرئاسة مجلس النواب إلى أن شاخوان عبدالله النائب الثاني دعا إلى عقد اجتماع ثاني الخميس المقبل لبحث مرشح لمنصب رئيس الجمهورية فيما طالب أحمد الأسد رئيس كتلة سند في الإطار التنسيقي أن يكون اجتماع الخميس مخصصا لتحديد موعد جلسة اختيار الرئيس يأتي ذلك في ظل ترجحات صدرت من عدد من النواب وخاصة المنضوين تحت الإطار التنسيقي عن ترشيح عدد من الأسماء لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة سرمد القاص الحرة